مع ما نشهده من قتامة في المشهد الداخلي سياسيا واقتصاديا انفرجت سياحيا هذا ما تؤكده الحجوزات في تذاكر السفر في الفنادق في المطاعم فبعد سنوات عجاف سياحيا اليوم الحصاد مبشر أكان لناحية الوافدين والسياحة فكيف هو المشهد في الفنادق والمنتجعات السياحية تواعد الحمد لله المرة ضابطة مية بالمضغول الحجوزات الموجودة بالطيران اليوم بتأكد انو الشركات كلها الحجوزات الموجودة عندها وصلت نسبتها للتسعين بالمية والاشتراك تيكت قليل دي غير رأيه الحجوزات الفندقية اليوم بموسم الصيف بالمنطقة ساعلية تعدد السبعين بالمية وهي عم بزيد كل يوم نحنا قدام موسم مع جد واعد جد واعد انو ندخل عاملة صعبة لللبنانية يلي نشه فريقهم من واقع الاقتصاد اللي عم نعيش ونحنا ان شاء الله تكون بدرة خير وننطلق منها لقدام بالارقام نحنا عم نحكي عن مليون ونص سائح وافد مش سائح يجو على لبنان لانه اذا اننا سائح يكون كلمة مش بمحلة اليوم في عنا 450 الف من شبابنا وشاباتنا عم يشتغلوا بالوطن العربي بقافية معظمهم جاي نقدوا فرصتهم باللبنان عنا كتير حضور من السياحة الجاي من امريكا الشمالية من كندا وامريكا وغيره عنا وفود اليوم موجودة بالفنادقنا وهلأ موجودة هون من الارجنطين من البرازيل من كتير دول اوروبية اللبنان رجعي نحط على الخريطة الساحية بشكل حقيقي الفنادق اليوم اللي هي فاعلة المنطقة الساحلية نسبة الاشغال فيها البهد الشهر اللي احنا فيه اليوم عم تتراوع بين 70 و 80% الايجابية نفسها في مشهد المطاعم والمقاهي نسبة الاقبالة حتكون فضيعة حسب حجوزات المطار وشركة طيران وطبعا هذا لحيفيدنا كتير الموضوع المصالحات اللي عم تصير على مستوى المنطقة هاي شغلة كتير ايجابية لحت ترخيبة الاقتصادي كتير مهم ومالي على البلد خاصة اذا اجو اخواننا السعوديين واخوان من الخليج العربي هاي شغلة كتير مهمة لانه هنه مدة اقامتهم طويلة اكتر من البقين والصرف الايميل المالي الصرف هو كتير مهم وهيدا كل البلد اللي حيستفيد منه نحن كقطاع مطاعم مقاهي ملايه باتسرية وكل القطاع طبعا نعم تعاون تعاون واسيق مع وزارة السياحة لحتى يكون هذا الموسم ناجح ويكون موسم مواعد فتح تقريبا 4500 مؤسسي من الكانو يعني مسكرين وفي عنا 300 مؤسسي جديدي في محلات لح تشوفوا محلات بالوسط التجاري محلات سهر روف توب ومحلات سهر ولح ترجع تعيد الحيات للوسط التجاري شفنا في شوارع رجعت مثل ساحل المتن مثل البترون مثل الساحل كله بدارو مرمخاية الأشرفية الحمراء الواجهة البحرية الوسط التجاري في كتير مطاعم رجعت فتحية في حيات عم ترجع تدريجية للمدينة نحن كقطاع فقدنا اسم كبير من المهنيين اللي كانوا يشتغلوا معنا لهن الشركان وسافروا وعميروح على المنطقة العربية نتيجة كل اللي صاروا معهم نفهمون عم نشتغل على متى بقى وعم نشتغل على جيل جديد اللي حتى نظلنا عبن نفس على مستوى لبنان على مستوى المنطقة نتوقع يكون الحضور اللبناني الكسيف والمغتربين طبعا من الدول العربية وإفريقية في 450 ألف لبناني بالدول العربية وفي 450 ألف بإفريقية وطبعا من حول العالم للأخوين العرب والأجانب نتوقع العدد يكون بين المليون وستمئة ومليون وسبعمائة ألف اللي هي شغلة كتير مهمة أهلا بها تطلي أهلا بها تطلي وأهلا بها تطلي أهلا مردين لأنه رايحين عصيفية منيحة إذا الله رأي إذن لبنان أمام موسم سياحي واعد ومبشر كان لناحية السياح الوافدين وحتى السياحة الداخلية على أمل أن تنعكس هذه الإيجابية على المشهدين السياسي والاقتصادي وأهلا بها تطلي أهلا رشال زين هاشم أن بيان